الأولى منذ بدء الأزمة السورية وقعت معارك عنيفة بين الجيش السوري والمعارضين المسلحين في قرية البيضة السنية في جنوب مدينة بانياس الساحلية الواقعة شمال غربية سوريا وذلك في تطور استثنائي على مستوى محافظة طرطوس الهادئة نسبيا وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان لأن المنطقة تشهد إطلاق رصاص مكثفا مصدره حواجز القوات النظامية وعناصر قوات الأمن الذين يجبون شوارع المدينة المرصد أشار أيضا إلى أن الجيش السوري يسانده ضباط إيرانيون وآخرون من حزب الله أحكم الحصار على مقاتلي المعارضة في مدينة حمص بوسط سوريا وسيطر على أجزاء كبيرة من حي وادي السايح الواقع بين حي الخالدية وأحياء حمص القديمة من جهة أخرى أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن جماعات إسلامية متشددة استعملت السلاح الكيميائي في الحرب الدائرة مؤكدا أن الحكومة السورية لا يمكن أن تستعمل السلاح الكيميائي في حال امتلكت وقال في حديث إلى قناة CNN أن لدى الحكومة السورية أدلة على استعمال جبهة النصر أسلحة كيميائية مشيرا إلى أن أمريكا التي أدرجت جبهة النصر على قائمة المنظمات الإرهابية تتعامل مع هذه المنظمة بطريقة تتنافى ومبدأ محاربة الإرهاب وذلك لأن الإدارة الأمريكية تسعى لإدانة الحكومة السورية أكثر من سعيها لاكتشاف الحقيقة بحسب تعبيره وعلى الحدود التركية السورية حيث تجري المستشفيات التركية فحوصا على الجرح السوريين ليتأكد لها ما إذا كانوا قد تعرضوا للأسلحة الكيميائية على يد النظام أفاد مسؤول تركي بأن عددا من السوريين هاجموا مسؤولين أتراكا بعدما رفض طلبهم دخول الأراضي التركية بسبب طورطهم في تهريب السلع عبر الحدود وأطلق السوريون النار عشوائيا باتجاه تركيا ما أدى إلى جرح سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة وجنديان ومدنيان وفي تصريح جديد وأكثر صراحة مما سبقه أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن واشنطن لن تزود المعارضة السورية بالأسلحة ولكنها في الوقت نفسه تراجع كل الخيارات المطروحة أمامها إننا نزيد مساعداتنا للمعارضة السورية ونراجع باستمرار برامج المساعدة ونوع المساعدة التي نقدمها إن الولايات المتحدة تتواصل مع حلفائها وشركائها لدعم المعارضة ومساعدتها إلى جانب محاولة التعرف بشكل أكبر على العناصر فيها وتوفير المساعدة لمن نثق بأنهم يدعمون سوريا أكثر ديمقراطية ولا يعارضون المصالح الأمريكية أما الأمريكيون فكانوا أكثر حسما في موقفهم الرافض للتدخل العسكري في سوريا فقد كشف استطلاع لوكالة رويترز وإبسوس أن الأمريكيين بمعظمهم لا يريدون أن تتدخل الولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية حتى إذا استعملت الحكومة أسلحة كيميائية ترجمة نانسي قنقر